بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس الكفايات اللغوية لصفي الثاني الثانوي حديثنا اليوم عن اختبار قبلي في الكتابة الوظيفية في الكتابة الوظيفية وشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذة نسرين النصار نحن في الوحدة التدريبية الرابعة بعنوان كفاية التواصل الكتابي الكتابة الوظيفية الكتابة الوظيفية الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن توظف فنون الكتابة الوظيفية وعرافها واسلوبها وخصائصها وعناصرها الرئيسة ومحتويات كل عنصر كذلك تكتب موضوعا وظيفيا مستوفيا عناصره وكذلك تلقي كلمات افتستاحية أو ختامية لهذه المناسبة وكذلك تصمم مخططات لموضوعاتك الكتابي وتساعدك على استفال عناصر الرئيسة وأيضا تلتزم عند كتابتك فنا وظيفيا بشكله الخارجي المتعارف عليه وأخيرا توظف في كتابتك ما تدربت عليه من مهارات النحو والإملاء والترقيم وأعراف الكتابة هذه هي أهم الهداف التدريبية تتعلق بك أو يتوقع منك بمشيئة الله تعالى أن تكون قد أتقنتها في نهاية هذه الوحدة لاحظ هنا معرفتك بالعناصر والمكونات الفنية لموضوعك تساعدك على إتقان الكتابة فيه حاول أن تحدد العناصر الفنية لكل من لاحظ هذا النشاط المنزلي لكننا سنجيب عنه بإمكانك أن تجيب وأن تبدأ بالكتابة هنا العناصر الأساسية للفنو الكتابية لاحظ العناصر الأساسية للفنو الكتابية هي القصة، المقال، الإعلان، الرسالة ما الهدف من هذه؟ لأن معرفتك بالعناصر والمكونات الفنية لموضوعك تساعدك على إتقان الكتابة على إتقان الكتابة فيه وحاول أن تحدد عناصر الفنية لكل من القصة، المقال، الإعلان، الرسالة هنا العناصر الأساسية للفنو الكتابية لا نذكر عن عناصر الأساسية ولا نذكر بقية التفصيلات وإنما فقط عناصر الأساسية وهو الهدف ما العناصر الأساسية للقصة؟ كذلك ما العناصر الأساسية للمقال وأيضاً ما العناصر الأساسية للإعلان والرسالة هنا ما العناصر الأساسية للقصة جميل العناصر الأساسية للقصة لاحظ شخصيات أحداث زمان مكان فكرة وحبكة حبكة المقصود بها من البداية إلى النهاية هذه العناصر الأساسية للقصة طيب العناصر الأساسية للمقال وكذلك العناصر الأساسية للإعلان وأيضاً العناصر الأساسية للرسالة والهدف هنا معرفتك بهذه العناصر تساعدك على إتقان الكتابة للمقال هنا العناصر الأساسية مقدمة وعرض وخاتمة أحسنتم مقدمة وعرض وخاتمة طيب العناصر الأساسية للإعلان جميل هنا فكرة نقصد بها فكرة الإعلان والمستهدف وكذلك النص فكرة والمستهدف والنص نص الإعلان العناصر الأساسية للرسالة ممتاز العناصر الأساسية للرسالة طبعا مرسل والموضوع والمرسل إليه والتوقيع المرسل الموضوع والمرسل إليه والتوقيع جميل هنا رابعا الكاتب الجيد يركز على ما يهم القارئ ويقدم له عددا من المساعدات الحصول على مبتغاه بشكل واضح ودقيق وتساعدك معرفتك بخصائص الأنواع الكتابية على تقديم أفكارك وافية واضحة ناقش خصائص الأنواع الكتابية مع زملائك وهذا نشاط أيضا منزلي تفهمها جيدا وانتفع بها في كتاباتك لاحظ هنا الأنواع الأدبية الكتابية الأنواع الكتابية لاحظ هنا نوع كتابة كتابة أدبية وكتابة علمية وكتابة وظيفية كتابة أدبية وكتابة علمية وكتابة وظيفية هنا هدف الكاتب منها وكذلك محور اهتمام القارئ وأيضا معايير الجودة معايير الجودة لأنه يقول هنا أن الكاتب الجيد يركز على ما يهم القارئ يركز على ما يهم القارئ ويقدم له عجل من المساعدات لحصول على المبتغاء بشكل واضح ودقيق هنا الكتابة الأدبية ما هدف الكاتب منها تلاحظ هنا ماذا يقول التعبير عن العواطف والانفعالات النفسية والرؤى الشخصية هذا الهدف وأيضا تقديم حلول مبتكرة لمشكلات النفس والمجتمع إذن الكتابة الأدبية هدف الكاتب منها هي التعبير عن هذه العواطف والانفعالات النفسية والرؤى الشخصية وأيضا تقديم حلول مبتكرة لمشكلات النفس والمجتمع محور اهتمام القارئ وهنا محور اهتمام القارئ رؤية الأديب للأشياء والظواهر التي يعبر عنها رؤية الأديب للأشياء والظواهر طبعا القارئ يرى كيف يرى الأديب وهو تعبير الأديب عن هذه الأشياء والظواهر التي يعبر عنها وأيضا مظاهر البلاغة والجمال في النص ممتاز لاحظوا هنا معايير الجودة في معايير الجودة هنا يقول الأصالة ما المقصود بالأصالة؟ الإتيام برؤى وافكار مبتكرة وإيجاد علاقات جديدة بين الأشياء إذن علاقات جديدة ورؤى مبتكرة التأثير قدرة النص على نقل عواطف الكاتب ورؤاه إلى فكر القارئ ووجدانه كيف يستطيع أن ينقل هذه العناصر أو هذه الأفكار أو عواطف إلى فكر القارئ الاتساق الثقافي وهنا مع قيم المجتمع ومبادئه الاتساق الثقافي مع قيم المجتمع ومبادئه وهذه هي معايير الجودة بالنسبة للكتابة العلمية هدف الكاتب هنا نقل المعرفة إلى القارئ وتفسيرها وتقويمها نقل المعرفة إلى القارئ وتفسيرها وتقويبها فقط هنا محور الاهتمام هي المعلومات المعلومات محور الاهتمام القارئ هي المعلومات والمفاهيم والقوانين والنظريات والتفسيرات والاستدلالات والآراء والحقائق التي يعرضها النص هذا هو اهتمام أو محور اهتمام القارئ معاية للجودة هنا صدق المحتوى صدق المحتوى وهذا مهم جدا أي مطابقة للواقع أو لمقتضيات النظر العقلي وأيضا جودة تنظيم المحتوى جودة تنظيم المحتوى أي الطريقة التي رتبت بها أفكار النص ومعلومات وبحيث تكون أكثر وضوحا وتتابعا منطقيا هنا في الكتابة العلمية في الكتابة الوظيفية هنا هدف الكاتب أداء واجبات العمل الوظيفي وقضاء المصالح الشخصية إذن هدف الكاتب هنا أداء واجبات العمل الوظيفي وقضاء المصالح الشخصية محور اهتمام القارئ هي أجوبة الأسئلة الآتية كلها أو بعضها بحسب الموضوع من؟ ماذا؟ لماذا؟ أين؟ متى؟ وكيف؟ هذه هي محور اهتمام القارئ أجوبة هذه الأسئلة كلها أو بعضها بحسب الموضوع بحسب الموضوع من؟ وماذا؟ ولماذا؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ معاين الجودة وضوح الأجوبة وضوح الأجوبة من أسئلة القارئ والقدرة على الإقناع العقلي والتأثير الوجداني القدرة على الإقناع العقلي والتأثير الوجداني إذن كتابة أدبية والعلمية والوظيفية عرفنا هدف الكاتب ومحور اهتمام القارئ و أيضا معايير الجودة جميل هنا خامسا لتصميم مخطط الموضوع اتبع لإجراءات الآتية و أيضا هذا نشاط ذاتي ممكنك أن تقوم به ألف حدد العناصر الفنية للموضوع العناصر الفنية كما بدأنا في السؤال السابق حدد العناصر الفنية للموضوع بحسب نوعه الفني مقال قصة تقرير إلى آخره حدد العناصر الفنية با حدد الأفكار الرئيسة والتفصيلات الأساسية لكل safer و الأفكار الرئيسة والتفصيلات الأساسية لكل écونصر جيم اقترح أساليب العرض والتأثير والإقناع كيف تعرض الموضوع أساليب العرض والتأثير و الإقناع أيضا دال أرسم مخططا أو جدولا يظهر كل ذلك بوضوح بمعنى أنك تأتي بمخطط أو بجدول يظهر كل ذلك بوضوح ممتاز هنا بالتصميم مخطط الموضوع هذه إجراءات تصميم مخطط الموضوع ممتاز لاحظنا هنا صمم الآن مخططاً صمم الآن مخططاً كما قيل لك نشاط ذاتي بإمكانك أن تقوم به في منزلك أو في مدرستك صمم مخططاً لمقال بأحد العناوين الآتية العنوان الأول مدرسة التي أحلم بها العنوان آخر أجمل مصيف والعنوان حرية الرأي وحدودها والفرق بين الثقة بالنفس والغرور هذه العناوين ذكرت لك يمكنك أن اختيار عنوان آخر بمعنى أنك بإمكانك أن تأتي بعنوان يختلف عن هذه العناوين الموجودة في هذا السؤال وضعنا مخططاً لننظر في العنوان المدرسة التي أحلم بها المدرسة التي أحلم بها ولاحظ هنا في البداية عناصر الفنية طبعاً مقدمة وعرض وخاتمة لا بد أن تعرف عناصر الفنية مقدمة وعرض وخاتمة هنا الأفكار الرئيسة ثم الأفكار الجزئية ثم أسلوب العرض كيف ستعرض هذا الموضوع فالأفكار الرئيسة تطوير التعلم وأثره على تطور الدول وهنا تجهيزات المدارس المكانية والتقنية والبرمجية وهذه أفكار الرئيسة وكذلك استثمار التقنية في مضاعفة العمل والنواتج من الأفكار الجزئية استثمار التقنية في التعليم والتعليم الذاتي وكذلك تجهيز المعامل النموذجية واعتماد التعليم الإلكتروني والبرمجي وجودة المخرجات وملاحظة النواتج وإمكانك أن تكتب في أي موضوع تريد أسلوب العرض هنا سر التاريخ لمراحل التعليم وتوظيف التقنية أيضاً عرض صور ورسوم للتجهيزات وأمثلة لمدارس متقدمة وكذا وأخيراً هنا توصيات وآراء تطوير التعليم وأقوال علماء في العلم ونحضته بالبلدان في العلم ونحضته بالبلدان هذا موضوع من الموضوعات التي ذكرت منها وتصميم لها مخططاً أن تكتب عن أصل ثانية وأفكار رئيسية وأفكار جزئية ثم أسلوب العرض بإمكانك أن تأتي بأي موضوع تريد هنا سادساً يقول حدد العمليات والإجراءات حدد العمليات والإجراءات التي ستقوم بها إذا طلب منك إذا طلب منك أن المطلوب الأول تكتب تقريراً إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عن الوضع المائي في مدينتك إذا طلب منك تكتب تقريراً عن هذا إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عن الوضع المائي ما العمليات والإجراءات التي ستقوم بها أيضا إذا طلب منك أن تلقي كلمة حفل تكريمي لأحد الأدباء والمفكرين أن تلقي كلمة حفل تكريمي لأحد الأدباء والمفكرين هنا أيضا ما الإجراءات والعمليات التي تقوم بها طبعا هنا حدد العمليات بشكل عاما لا تكتب كل تفاصيل ما الذي ستقوم به إذا طلب منك أن تكتب تقريرا وكذلك أن تلقي كلمة إن طلب منك أن تكتب تقريرا أحسن هنا تحديد عناصر فنية هنا البداية تحديد عناصر فنية للتقرير مقدمة عرض خاتمة والحديث عن واقع الوضع المائي والحلول المطلوبة إن طلب منك أن تلقي كلمة حفل تكريب لأحدث الدفاع المفكرين من عمليات والإجراءات أحسن هنا مقدمة مناسبة كذلك معلومات عن المفكر وإنجازاته معلومات عن المفكر وإنجازاته جميل هنا اختبار قبلي أولا إلى أي الفنون الوظيفية تنتمي الموضوعات الآتية هنا بإمكانك أن تضع أرقاما أو أن تتصل بالأسهم صل الموضوع بالفن المناسب هنا الموضوعات توثيق اجتماع مجلس إدارة وأيضا خبر موجز جدا عن سيارة أنيقة بسعر المغرن وكذلك شكوى موجهة إلى مدير إدارة المرور ومعلومات وحقائق وتوصيات حول مشروع النظام المقررات وأيضا ترحيب بالحضور والتعريف بالمناسبة وإثارة المتلقي وإشعاره بأنه يفتقد شيئا وإقناعه بالحصول عليه بطريقة أو بأخرى هنا موضوعات الفنون رسالة إدارية محضر إعلان عرض تسويقي كلمة افتتاح تقرير خابرة الأول توثيق اجتماع مجلس الإدارة إلى أي فن ينتمي؟ أحسنتم هنا محضر توثيق اجتماع مجلس الإدارة هنا ينتمي إلى المحضر خبر موجز جدا عن سيارة أنيقة بسعر مغرم إلى أي فن من الفنون؟ أمتاز هنا إعلان إعلان دعائي إعلان دعائي شكوى موجهة إلى مدير إدارة المرور إلى أي فن ينتمي؟ ممتاز هنا رسالة إدارية تعد هذه موضوع من رسائل الإدارية معلومات وحقائق وتوصيات حول مشروع نظام المقاررات إلى أي فن من الفنون الوظيفية؟ ممتاز هنا ينتمي إلى التقرير ينتمي إلى التقرير ترحيب بالحضور وتعريف بالمناسبة أتأكد أنك عرفت هذا الفن؟ جميل هنا إلى كلمة افتتاح ترحيب بالحضور وتعريف المناسبة هي كلمة افتتاح إثارة المفتلقي وإشعاره بأنه يفتقد شيئا ويقناعه بالحصول عليه بطريقة أو بأخرى هنا إلى أي فن ينتمي؟ أحسنتم عرض تسويقي عرض تسويقي خاطرة ليس لها موضوع من الموضوعات هنا لاحظ سوف تلقي غدا كلمة بمناسبة افتتاح معرض الكتاب بالمدرسة خطط لأفكارك الرئيسة و أساليب العرض المناسبة خطط ضع أفكار معرض الكتاب ما الأفكار الرئيسة التي ستقولها وكذلك من القصص والأمثلة والاستعارات و أيضا اقتباسة وأقوال وإحصائيات و هنا ألفاض واللقاب المناسبة لخطاب hjضور الحفل معرض الكتاب ستلقي غدا كلمة مناسبة تفتتاح معرض الكتاب هنا خطط لأفكارك الرئيسة وأساليب العرض المناسبة جميل هنا الأفكار الرئيسة في معرض الكتاب أهمية الكتاب لطالبي العلم وفوائد كذلك القراءة أهمية الكتاب لطالبي العلم وفوائد القراءة ممتاز القصص والأمثلة والاستعارات أحسنتم هنا قصص لعلمائنا الذين استفادوا من الكتب التي كتبها من سبقهم هذه مجموعة من القصص أو تسرد مجموعة من القصص اقتباسات وأقوال وإحصائيات أحسنتم هنا أول منزل من القرآن اقرأ هذا أيضا وقول المتنبي وخير جليس في الزمان كتاب بإمكانك أن تأتي بما تريد أيضا الفاظ والألقاب المناسبة لخطاب حضور الحفل طبعا بما أنه في مدرستك تقول مدير الفاظل والساتذة الكرام إخواني الطلاب أيها الحضور الكريم كان هناك أيضا أولياء أمور آخرين الكتابة الوظيفية لاحظ هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس هنا في البيئة المدرسية كثير من الجوانب المضيئة ولكنها لا تخلو من بعض المشكلات الطلابية والتعليمية ساهم في دراسة مشكلات مدرستك وفي تقديم الحلول المناسبة لها من خلال تمثيل الدور وهذا تمثيل أدوار ألف أعمل مع ثلاثة من زملائك لقيام بما يأتي أولا وزعوا الأدوار الآتية بينكم مدير المدرسة وكيل المدرسة الموجه الطلابي أحد المعلمين إثنان استقصوا المشكلات التعليمية والطلابية والإدارية في المدرسة يفضل أن تحصلوا على معلومات أوفر من زملائكم ومعلميكم ثالثا حددوا جدول الأعمال المشكلات التي ستناقشونها في اجتماع مجلس الإدارة الذي تمثلون أعضاءه رابعا مثلوا الدور مثلوا الدور أمام زملائكم ومعقدوا جلسة لمناقشة عناصر جدول الأعمال معناه هنا أن تقوم بتوزيع الأدوار تقوم بتوزيع الأدوار وزعوا الأدوار واستخصوا المشكلات وحددوا جدول الأعمال وكذلك مثلوا هذه الأدوار هنا والآن عليك أن تقوم بالتعاون مع مجموعتك بالعمال الكتابية الآتية هنا بسم الله الرحمن الرحيم محظور الاجتماع محظور الاجتماع لو نقولنا مثلا بإمكانك أن تكمل أنت أو زميلك كذلك يكتب ونكتب ونحن نقول مثلا ضع يوما بالاجتماع مثلا الاثنين ثم بعد ذلك ضع تاريخا مختارا ثم عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بحضور كامل الأعضاء وهم من الأعضاء أنتم الطلاب أو اختر من بعض الأسماء مثلا محمد بن فهد وأحمد بن علي وكذلك أهدونا حساس الحسن بن عبد الله وعلى بن حسين لآخره لمناقشة جدول الأعمال وضع هنا جدول الأعمال ما المناقشة؟ هنا مثلا غياب متكرر طبعا هذا في تمثيل أدوار غياب متكرر والخروج من الفصل دون مبر هذه المشكلات تكون مثلا في المدرسة وهذه أمثلة بإمكانك أن تأتي أيضا بأمثلة أخرى القرارات والتوصيات ما هي القرارات التوصيات؟ التي توصلتم إليها إقامة لقاء حواري مثلا بين مع الطلاب بشأن همية الحضور والمواضبة أيضا كذلك نقول مثلا عمل لافتات إرشادية وأيضا تخصيص بطاقات استئذان لخروجهم ودخولهم الفصل بعد ذلك من الرئيس؟ طبعا بالتأكيد أنه هو مدير المدرسة هو الذي مثل الدور مدير المدرسة والأعضاء ثم نستذكر طبعا الأعضاء الذين قد حضروا هذا الاجتماع وكذلك المقرر وهنا طبعا أكثر من مقرر يمكنك أن تكون مقرر واحد أو اثنان أو غيرها هنا أيضا أن تقوم بالتعاون مع مجموعتك بالعمال الكتابية الآتية هنا بسم الله الرحمن الرحيم تقرير وصفي تقرير وصفي عن عمل طلابي مدرسة ستضع مثلا اسم المدرسة ونقوم مثلا الرياضة الثانوية الصف والفصل ستذكر ذلك مثلا الثاني الثانوي ثم بعد ذلك تقول الأستاذ الفاضل المدير المدرسة وفقه الله بتكليف من معلم اللغة العربية الأستاذ وضعنا اسما ماجد بن خالد مثلا قمنا بدراسة استقصائية لجميع المشكلات الطلابية والتعليمية في المدرسة هنا ستكمل هذا التقرير وستأتي بتكاء المشكلات وما الذي حصل فيه التقرير وكأنك تكتبه لنفسك ويسرنا أن نقدم تقريرا عن هذا الاجتماع بدأ الاجتماع في التاسعة وخمس دقائق بالصالة الثقافية بحضور كامل الأعضاء المشاركين في الدراسة وقد طرحت مجموعة من المشكلات ومنها ظاهرة الغياب متكرر واتفق الجميع على شوع هذه الظاهرة وبأعداد كبيرة وكذلك خروج الطلاب غير مبرر وفي الختام خرج الاجتماع بالتوصيات الآتية هنا التوصيات في التقرير عمل لقاء توعوي بحضور سعادتكم تقديم برامج تحتها تحث على الحضور وشكر لإدارة المدرسة لدعمها الدائم للطلاب ثم بعد ذلك تختم التقرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا وجه خطابا إلى أحد أولياء الأمور الطلاب ذوي السلوك غير الحسن تدعوه لزيارة موجه الطلابي مثلا المكرم ولي أمر الطالب ونضع اسما مستعارا مثلا أحمد بن سعيد وفقه الله من الخطاب الذي ستقدمه لي ولي أمره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم إيمانا مثلا من مدرسة والتوجيه الطلابي بضرورة التواصل الفاعل بين البيت والمدرسة ولما لهذا التواصل من أثر البالق الذي يصب في مصلحة الطالب نطلب من سعادتكم الحضور للمدرسة ولقاء الموجه الطلابي الساعة التاسعة ثم تحدد الوقت ولكم موافر الشكر وتقدير ثم مدير المدرسة مثلا اسمه عبد الله بن أحمد ثم تذكر التاريخ ثم تذكر التاريخ كذلك هنا أكتب مجموعة من العبارات الدعائية والشعارة الجميلة التي تساعد على تحسين البيئة المدرسية أكتب ما تريد عبارات تساعد على تحسين البيئة المدرسية أقول مثلا نحو بيئة مدرسية نظيفة وآمنة تقول مثلا مدرستي عنواني وأيضا تأتي بشعار آخر تقول مدرستي الأجمل وكذلك أقول مثلا مدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها فحافظ عليها وأقول مثلا مدرستي جميلة نظيفة بيدي نظيفة بيدي وهذه مجموعة من الشعارات وكذلك تكتب ما تريد أنت من ذلك الشعارات والأنات الدعائية هنا في الاستنتاج التوجيه الفنو الوظيفة التي كتبت فيها في الاستنتاج محاضر الجلسات محاضر الجلسة سبع ذلك تقول مثلا في التقارير كذلك وأيضا الشكاوى والدعاية ما سبق ما كتبته هنا في الاستنتاج عناصر فنية مشتركة تشترك فيها هذه الفنون كل هذه الفنون ما هي عناصر فنية مشتركة أحسن وهما اختيار الألفاظ المقدمة والعرض والخاتمة عناصر مميزة توجد في فن ولا توجد في الآخر بعض عناصر يوجد فيها الفن وعناصر أخرى لا يوجد فيها فن آخر نقول مثلا افستاح والاختتام يوجدان في المحاضر والجلسات والشكاوى فقط افستاح والاختتام يوجدان في المحاضر والجلسات والشكاوى فقط هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر